العيد مش بس لللحمة العيد فرحة وعلشان كده فرحت الولاد وعملت لهم شوية دونات انما ايه احلى واجمل بكتير من اي محل بيبيعه برا هش جدا وخفيف ومع انه مقلي لكن مش شارب ولا نقطة زيت وكمان بيدوب كده ضغبان في البق فرح انت كمان ولادك وقومي جاهزي للعيد بدل ما تشتري من برا وبيكون غالي جدا والله جماعة مقديره بسيطة جدا جدا ومش مكلف خالص في البولا بتاعتي او العجانة اللي انا هشتغل فيها هضيف كباية من اللبن الدافي لو مش حابة تستخدم اللبن يبقى اضيف كباية من المية الدافية وحط معاها معلقة كبيرة من اللبن البودر او استغني خالص عن اللبن البودر وحط كباية المية لوحدها هنزل عليه بمعلقتين كبار من السكر وكمان عندي باكو من الخميرة الفورية يعني بما يعادل معلقة كبيرة من الخميرة عندي كمان بيضة بدرجة حرارة المطبخ تكون مخرجها قبل ما تشتغل كده في العجينة بتاعتك بساعة علشان ما تبطأش تخمير العجينة بتاعتك هنزل بقى على طول بباكل فانيليا البودر او نص معلقة من الفانيليا السيلة عندي كمان معلقة واحدة كده كبيرة من الخل باعتبر طبعا محسن طبيعي لأي معجنات او مخبوزات هنقل بقى الكلام ده كله كويس جدا بالمضرب او بالشوكا لغاية ما ندوب بقى الخميرة والسكر وكمان البيضة تختفي معانا خالص مهم طبعا نعمل الخطوة دي قبل ما ننزل بدي ايه داوبنا كل حاجة مع بعض كويس جدا بالشكل ده عندي بقى هنا اربع كبيات من الدقيه متعدل استخدامات نخلطهم كويس جدا هنزل بيهم بالشكل ده وكمان عندي هنا نص معلقة صغيرة من الملح واخدهم بقى على العجان اعجينهم كويس جدا او على ايدي مش اقل من عشر دقيق عايزة عجينة كده حلوة اوي متماسكة هعجينهم كده الاول مع بعض كويس جدا جدا لغاية ما تلمي معايا العجينة خالص وتتشرب كل مكونات بتاعتها هتاخد معايا وقت شوية هتعجينيها لغات ما تلاقيها كده معاكي عجينة شكلها مش مرتب ومنعكشها بالشكل ده وطبعا مش نعمة خالص انا لسه بقيلي مكون في المقادير محطتهش وهو الزبدة مع لقتين كبار من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ متكونش جامدة ومتكونش سايحة خالص تكون يعني لينة بالشكل ده وهنزل بيها في الوقت ده بالزبط وبعد كده هرجع عجينها تاني هتبص تلاقي كده في الاول العجينة بتتقطع منك سواء انت كنت تشتغل بالعجين او على ايدك ما تتخضيش ولا تضيف دقيق ولا اي حاجة خالص هتكميلي عجن فيها كمان ديئتين تلاتة هتبص بتاقي العجينة بقت نعمة جدا ورجع تتمسك مع بعضها وكل ما تعجينيها اكتر كده وتتخدم اكتر في العجن بصوا بتبقى نعمة جدا جدا ومسامها مقفولة خالص نعمة وملسة وحاجة كده تحفة وشايفة كمان فيها تلزيقة كده خفيفة لكن مش بتسيب اثر في ايدي بديل مع لقتين الزبدة ممكن نحط تلات معالق من الزيت او مع لقتين كبار من السمنة برضو تكون بدرجة حرارة المطبخ متبقاش السمنة سايحة قوي بس طبعا لو في زبدة يفضل يعني تكون احسن شايفين بقى المطة والعرق اللي في العجينة طبعا ده هيطلع لك دونالدس مصبوطة جدا جدا هشة وخفيفة هسيبها بقى كده تختمر في البولة بس قبل ما حطها في البولة ده هنتا كده بمسحة من الزيت علشان ما تلزقش معايا بعد ما تختمر وكمان هادهن وشها كده برضو بمسحة بسيطة من الزيت وهنغطيها بالستريتش راب وهسيبها كده حوالي ساعة او اكتر تختمر في مكان دافي لغاية ما حجمها يتضيف معايا خالص سيبيها بقى تاخد وقتها خالص في التخمير حجمها بقى كده يتضيف مرة او مرة ونص طبعا دي حاجة مهمة جدا نتطلع معاكي الدونالدس كده خفيفة وهشة جدا شايفين بقى ماشاء الله عادة حوالي ساعة ونص عليها بقت معايا تحفة جدا بالشكل ده هبدا بقى كده خرجها من البولة عشان نقطعها مع بعض وكمان هنشكل مع بعض الدونالدس النهاردة طريقة حلوة جدا من غير بنشتري لها كده قطعها مخصوص هنبدأ بقى نقطعها قطع صغيرة كده يعني قد البيضة كبيرة ما تكبرهاش قوي عشان لسه هتختمر معاكي كمان وهزيت كمان حجمها في الزيت فمتبقى الشكلها كبير قوي خليها كده حجمه وسط شوية يعني قد البيضة كده الكبيرة يعني حوالي 70 جرام لو انت بتشتغل بالميزان باخد كده القطعة ببططها كده على ايدي شبه القرصة وبعد كده برجع الاماها تاني كده على نفسها طبعا الخطوة دي بتخليها كده هشة من جوه وخفيفة جدا كمان اخدتوا بالكوا ان انا بقطع كده العجينة بتاعتي كور صغيرة يعني مش هفردها كده كلها على الرخامة وابدأ قطعها بغطى برطمان او بالقطع لا يا جماعة الطريقة دي احلى بكتير جدا جدا ويتطلحها شكلها حلو جدا يبقى احنا كده قطعناها قطع صغيرة او كور صغيرة زي ما انتوا شايفين كده وبعد كده غطتها بالكيس او بستريتش راب او بفوط نظيفة علشان وشها كده ما يقشرش وسبتها عشر ده يترتاح كمان وبعد كده هرجع اخد اول كورة انا عملتها تكون طبعا ارتاح باكتر وهبدأ ابططها معاكم بالشكل ده مش عايزة ابططها بصمك رفاية قوي انا عايزها تكون بنص سنتي وبعد كده هجيب بقى غطى جزة الحاجة السقعة او اي امع كريمة وهعمل كده دايرة في النص زي ما انتوا شايفين بالشكل ده عندي بقى هنا ورق زبدة مع الطعام جاهزة معايا بالشكل ده هبدأ بقى احط عليه الدونالس اللي انا فرقتها وهاركنه كده في سنية على جنب هناخد بقى تاني واحدة ريحتها وهبدأ كده بفردها على رشة بسيطة خالص من الدقيق علشان ما تلزقش معايا وانا بايجي ارفحها شايفين بقى يا جماعة نص سنتي ما ترفعهاش قوي وبالغطى او بالتب بتاع الكريمة وبنعمل فتحة زي ما انتوا شايفين كده في النص وبناخد شكل الدونالس بالضبط شايفين اهو من غير قطاعة ومن غير اي حاجة خالص من غير ما نفرد بقى العجينة ونقعد نشكل فيها ونلمها ونعجينها تاني كده اسهل بكتير جدا جدا وطبعا وإحنا بنفردها بنحاول كده نخلي شكلها مدور ما تخلاش بقى تبوز منك حاولي نقدم تقدم تقدر الضباطي ايديك كده وانت بتفرديها عشان تطلع معاك مدورة والقطع اللي احنا بنشيلها من النص دي مش هرجع عجينها تاني وافردها لا انا هسويها زي ما هي كده بيكون طعمها حلو جدا جدا كأنك عاملة زلابية بالضبط فبس بقى كده على جنب لغاية بنوصلها بقى كده في الآخر في التسوية ونسويها مع بعض شايفين بقى يا جماعة والله هم اخدت معايا وقت خالص سريعة جدا جدا كمان عملت معايا 16 قطعة يعني حجم الدوناتس كان متوسط لا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة قوي زي اللي بيتباع بره بالزبط لو انت عايز الصغاري الحجم عن كده قطعيهم بقى لعشرين قطعة دي الكمية بتاعتي بعد ما خلص التشكيل بالشكل ده هرجع تاني بقى اغطيهم بفوتة نظيفة او بكيس بلاستيك واسيبها بقى كده على الرخامة تختمر تلت ساعة او نص ساعة المهم بقى حجمها هي الضعف عن كده بصوا شايفين بقى لازم يتوصل معاك بالشكل ده قبل ما تحمريها علشان ما تكونش معاك مكتومة من جوه ونشفة كده بقى تجاهزة معايا للتسوية لو انت بقى عايزة تسويها في الفرن بتحطيها بقى كده في صاج الفرن او في صنية واتدخلها الفرن على حرارة عالية لغاية ما تستوي معاك من تحت وتاخد معاك لون من فوق انما انا حمارها معاك وفي الزيت وزي ما قلتلكو والله طلعها مش شربة ولا نقطي الزيت بجد خفيفة جدا جدا بس مشكلتها انها بتحب الزيت يكون غزير شوية لو انت عندك بقى حلة كده صغيرة مستغنية عنها حماري فيها الدونتس وحطي فيها حب الزيت مش كتير قويا الاول الزيت لازم يكون سخن كويس جدا قبل ما نحمر فيه الدونتس اختبرته كده بقطع من العجين اللي انا خرقتها من قلب الدونتس وطبعا كان لسه الزيت ما سخنش معايا بدرجة كافية قبل ما ننزل الدونتس بنهد النار بتاعاتنا خالص يعني الزيت بتاعنا يكون سخن وغزير لكن النار بتكون هادية زي ما انتوا شايفين كده بابدأ انزلها بالراحة كده في الزيت بيشيل ورقة الزبدة وبحطها كده بالراحة علشان ما خرجش التخمير بتاعها بحاول كده ما جيش جنبه لغاية ما ياخد معايا لون كده من تحت وبعد كده بقلبه على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده وما تقطريش العدد برضو معاك في الطاصة علشان يستوي كده على مهلوب حاول كده وانت بتقلبين الناحية التانية وانت بتسويه كده على النار يعني تستخدم اعدان شوش طهوك كده حاجة تكون رفيعة كده بالشكل ده علشان ما تغزيزهوش بقى كده وهو لسه بيستوي وتخرج منه الهواء بصوا جماعة ما خدش معايا حوالي دقيقة على الوش ده ودقيقة على الناحية التانية مرتاح كويس جدا معجون كويس جدا اختمر معاك كويس جدا وكمان التسويه بتاعته كانت مزبوطة هنحط كمان تاني بس بحاول كده تبقى النار هادي قبل ما ننزل تاني وطبعا ما ينفعش استبيوتاميل اي حاجة لانه بياخد لون بسرعة جدا فانا عايز ياخد اللون مزبوط وفي نفس الوقت يكون مستوي مبقاش معجن من جوة اللون ده مزبوط جدا هبدأ كده خرجوا زي ما انتوا شايفين كده بالمقصوصة وبصفي كويس اوي من الزيت منحطه بقى كده على مصفة او مناديل يستحسن تحطيه على مصفة او شبكة شايفين بقى اللون بتاعه حلو جدا جدا وكمان الزيت بتاعهم دي فسيما استخدبناه كده في الاول خالص يعني ممكن تحمر فيه مرتين تاني كمان في الاخر كده هنزل بالكور اللي احنا شدناه كده من قلب الدونات طبعا هي اختمرت كمان وحجمها الضعف عايز اقول لكم بيكون طعمها حلو جدا جدا لو انت مش حابة تعمليها كده خلاص اعجينيها وقطعيها الدونات تعادي هفضل اقلبها كده باستمرار لغاية ما تاخد معايا اللون كلها كده موحد زي ما قلت لكم بتاخدش وقت خالص على النار وبتاخد معاك اللون بسرعة جدا تمام كده هبدأ بقى كده اصفيها واخرجها اهم حاجة بس بتصفيها كويس جدا من الزيت وبعد كده بنخرجها زي ما انتوا شايفين كده هجيب بقى الطبق احط فيه 3 معالق كبار من السكر سكر حبيبات مش بودر وعليه معلقة صغيرة من الارفة وهنزل بقى بالزلابية بتاعتنا الجميلة دي وهنقلبها كويس جدا في السكر والارفة لغاية ما تتغلف معانا خالص طبعا الناس اللي بتاعشاء الارفة هتحب الحاجة دي قوي قوي بتحطيها كده وهي سخنة قبل ما تبرد عشان تشرب كده السكر والارفة شايفين بقى تغلفت معايا وبقى التعموها طحفة صنف تاني خالص غير الدوناتس يبقى انا كده عملت حتين من عجينة واحدة شايفين بقى من جوه مفرغة وهشة وحاجة كده والله طحفة نجي بقى للدوناتس بتاعنا الجميل بعد ما حمرناه شايفين بقى اللون المزبوط ما تغمقهوش بقى عن كده شايف بقى دي هو هش جدا شبه السفنجة بالزبط وكمان مش شايفين الخط القابض الجميل في النص ده زي ما قلتلكو ده سري نجاح الدوناتس معنا كده ان هي نكحة معاكي 100% كده معناها ان هي اتخمرت كويس وكمان ارتاحت كويس بعد التقطيع وكمان الزيت اللي احنا حمرناه فيه ما كانش على حرارة عالية هنسيت بقى الدوناتس بتاعنا يبرد تماما كده على جنب ونحضر مع بعض الشوكولاتة الخام اللي هنغطسه فيها عندي بقى هنا شوكولاتة بني وشوكولاتة بيضة ضيفت الكل واحدة فيه معلتين كبار من الزيت وسيحتهم عندي في مايكرويف او على حمام بخار مش بنضيف حاجة تاني خالص غير الزيت يعني مش بنضيف لبن ولا مية علشان ترجع تاني بقى تتماسك الشوكولاتة بعد ما تبرد عندي كمان هنا للتزيين فرماسيل او شوكولاتة شبس او اي مكسرات مجروشة عندك او حتى سليما زي ما هي هبدأ بقى كده اجيب الدوناتس بتاعتنا بعد ما بردت تماما ونبدأ بقى نغطسها مرة كده في البني ومرة في الشوكولاتة البيضة ونبدأ برضو نشيل كده اي زيادة من عليها بالشكل الجميل ده وبنحطها برضو كده على ورق زبدة عشان تنزل اي زيادة منها شايفين بقى الجمال ما شاء الله زي ما قلت لكم حجمها حلوة جدا جدا حجمها متوسط عايزة بقى حجم اكبر من كده زي ما انت عايزة هتقليلي بقى عدد الكور اللي انت هتقطعيها وكذلك لو انت عايزة حجم اصغر من كده بتزويدي عدد الكور اللي انت هتقطعيها يعني ممكن توصل معاك إلى عشرين قطعة كمان القطعة الصغنانة دي هغطست كده كم واحدة منهم كده في الشوكولاتة البني والشوكولاتة البيضة وحطت برضو كده على وشهم كده فرماسيل عايزة اقول لكم عجب الولاية جدا جدا هجيب بقى كده حابة من الشوكولاتة البيضة بحط كده عليه ونقطتين من اللون الاحمر الصحي او اي لون انت حاب تحطيه اخضر احمر ازرق اصفر يبقى عندك الشوكولاتة البيضة هي القاعدة وتحطي اي لون انت حابها هابدى بقى زين الكمية الموجودة معايا كلها باللون البنك عايزة اقول لكم انه كان درجته حلوة قوي بس كان طالع معايا في الكاميرا اللون فتح جدا فانت برضو ثبوت اللون زي ما انت عايزة براحتك وتدار طبعا تخليه بالشوكولاتة البنية والبيضة بس زي ما انت حابة براحتك بعد كده هرجع بقى حطي كده عليه حابة فرماسيل زي ما انتوا شايفين كده غطى سيء او رش رشي كده عفوقيه زي ما انت حابة بستعمل خطوة دي كده بسرعة قبل ما تمسك الشوكولاتة كده وتنشف حابة بقى تجيب كده شوكولاتة من السوبر ماركت اللي هي المنتجات المعروفة بتكسريها كده وتزيني بيها كده الوش زي ما انت حابة براحتك التزين ده بتاعك انتي انا عن نفسي بحب جدا جدا التزين ده جت كده حابة من الشوكولاتة البيضة حطيتها كده في كيس صغير وفتحته فتحة صغيرة ومشيت كده خطوط زي ما انتوا شايفين كده رفاعة على الدوناتس اللي هي باللون البني وبرضو جبت الشوكولاتة البني الباقية معايا وحطيتها كده في كيس وفتحته ومشيت برضو كده بخطوط على المتغطسة في الشوكولاتة البيضة بقت معايا بالجمال ده انا احلى تزين ده انا بحبه بصراحة بعد ما بتخلصي خلص بتخلي الدونس بتاعتي كالتلاجة تمسك نفسها شوية كده حوالي روبا ساعة علشان الشوكولاتة ما تكونش سايحة كده من الحار شايفين بقى الجمال توحفة جدا جدا تعالوا بقى افتحلكوا واحدة من جوة شايفين قدي هي هشة جدا وخفيفة وفعلا بجد كأنها مغبوزة في الفرن مش شربة زيت تماما تاخد القطمة كده هتبوزة تلاقيها بالضوف وبقك كده من غير اي مجهود منك شايفين بقى الهشاشة والخفافة بجد توحفة جدا وكماله قدامك دي كلها من 4 كبية دقيق وبيضة واحدة وكبية لبن او كبية مية يعني المقادير بسيطة جدا ومش مكلفة خالص والتزين ده بتاعك انت يكلفيه بقى زي ما انت عايزها بجد الموضوع يستهل انك تعمليه في البيت وكمان لو انت عايز تعمله منه مشروع مربح جدا جدا اتمنى الفيديو يكون عجبكم واجربينيه ولادك وكل سنة وانتم طيبين واشوفكم ان شاء الله كده على خير الفيديو جديد مع السلامة